أن امرأة من خاثعام ده حديث من اللي بيقوله أن امرأة من خاثعام أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أخبرني ما حق الزوج على الزوجة فإن امرأة أيم فإن استطعت وإلا جلست أيمة يعني المرأة من خاثعام جات لسيد النبي صلى الله وسلم وقالت لها رسول الله أنا واحدة أيم وأنا عايزك تعرفني حق الزوج على الزوج إيه عشان إن كان صعب وتقيل ومش هقدر عليه أفضل كده خلي بالكم معايا جدا قال بيقوله قال لي عن من هنا عن سيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا ما حصلش قال فإن حق الزوج على زوجته إن سألها نفسها وهي على ظهر قتب خلي بالكم معايا ألا تمنعه نفسها حتى لو كانت في هذا الظرف وفي الشكل دي ودعاها إلى نفسها عايزي جميعها تلبيه فورا ده بعض الروايات ولو اشتعلت فيها النار لو كانت والعة ما تفكرش إنها تطفي نفسها وتروح إيه إيه دي إيه دي النبي هيقولها هذا الكلام النبي هيكلم عن مرأة إنها والعة أو بيها مثل هذه الأمور وما تفكرش في أنها تنجي نفسها عشان شهوة دي إيه دي إيه دي دينا ما فيش كلام من دي دينا ما فيش دي كلام من دينا عظيم عظيم وطاهر اللي بيقل في الكلام دي ناس الشهوة مليا دماغها إيه دي خلي بالك معايا تكملت اللي بقوله عليه حديث ومن حق الزوج على الزوجة ألا تصوم تطوعا إلا بإذنه ماشي فإن فعلت جعت وعطشت إن صامت بدون إذنه يعني إيه ما خليش إلا لك ما أش ما كلمناش عن اللي دي لها شطر صحيح في عريف آخر ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه فإن فعلت يعني إنه إن صامت بغير إذنه بها ولا خرجت بدون إذنه يقول لك حصل إيه حصل إيه فإن فعلت لعنتها ملائكة السماء وملائكة الرحمة وملائكة العذاب حتى ترجع قالت لا جرم لا أتزوج أبدا أنا كده ما أقدرش يبقى مش هتجوز خالص كل تأفيل 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 إيه اللي بحصل داقي دعا قال الإمام المنذري رحمه الله في الترغيب 3 على 101 رواه الطبراني وقال الهيثم في مجمع الزوائد 4-307 رواه البزار بس الحديث دا ما هو الصحيح العلة بتاعته مين حسين ابن قيس المعروف بإسم عجيب على أساس اللي بيرجع لكتب الحديث وكذا يبقى فاهم جدا والراجل دي ما تروك ما تروك خلي بالكم ما تروك كانوا يقولوا عليه حنش خليوا بالكم معايا جدا حسين ابن قيس اللي علامة قالوا فيه ايه ما تروك هو اللي مقالف لنا الرواهة دي هو اللي جايب لنا الرواهة دي والمصيبة جاي من دي في الإسناد خلي بالكم معايا جدا طيب اللي وراها أيما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها ها كانت في سخط الله تعالى حتى ترجع إلى بيت زوجها خلي بالكم معايا أو يرضى عنها زوجها بين اتنين يرضى عنها يتفضل في سخط ربها خلي بالكم معايا جدا الله يا عجيب يا جدا ده فيه واحد يمسك زوجت وقول انا شفت كلامي ده من الأمور اللي كنت بتدخل واصلح فيها يقول لها ايه برع مش ما بقولش برع زي ما دي بنتها كده ده 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 حاجات تهلف يا بنت الكزة ما انت بيت فيها امي الله يا بنت الكزة وانش عارف ايه واحيانا يا كلمة انا جاي لك واي لو كسر دلوعك ومن بروح بيكسر دلوعك بيضربها ضرب الحيوانات بيكسر دلوعك وبعد ما ترجع لولدها والدها جاهل بالدين واخر برضو الموروث الاجتماعي يقولوا عن الراجل الراجل اللي هو اول ما يلاقها رجعت بيتها ومكسورة يقوم ضرب كسر لها الضلع التاني حماها لو موتك ما تربيتش من هناك ده ده وحش وده وحش وحش ووحش يفتنع بدينها يفتنع بدينها هو دك هايكسر دلوعك استم ما فيش كده استم ما فيش ضرب المرأة زي ما الناس فاهمة كده شغل بقى ملاقبة ومصرعة وكلام من دي لا ده لما عملنا الحلقة هل ضرب النبي والنساء طب الآية بالنسبة لضرب النساء مفهومة ايه بينا يا جماعة من كلام ابن عباس بالسواك السواك وبينا جبنا أخوال أعمال أربعة وغيرهم وبينا إن لو ضربها بغير السواك يبقى بمنديل منديل ويلف وكده وكده لو ضرب عتاب والضرب ده المذكور في القرآن له ضابطان ألا يترك آثرا وألا يحدث وجع ليس بوجع وليس بآثر لا ده الواحد من دول أقسمه بله أنا شفت ناس بيبقى فتح المناخير والدماغ والشفة وكثر ضلع وكلام ده كله ولكن أنا عملت حاجة ده لسه مرتهاش ايه دي ايه الشغل دي وينقول ايه الاسلام ندعوكم يبقوا زي دول الاسلام جميل قوي وحلوة بس مش من كنتم ما تدعوشوا انتم للإسلام باللي انتم عليهم ده مش الإسلام اللي بتقوله ده مش هو الإسلام في البد ده مش هو الإسلام مش هو الإسلام أعظم وأجل أعظم وأجل خلاصته الحديث ده زي ما قلتلكم كده يا جماعة لا يصح لا يصح اشتركوا في القناة